السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد قيس عبدالغني خبير أسواق المال في فقرة التحديث الصباحي لتحركات مؤشرة داو جونز الفنية على المدى القصير ليوم الخميس الموافق الثامن من أغسطس من العام الفين واربعة وعشرين إذن أخواني لعزاء نشاهد مؤشرة داو جونز يفشل من تحقيق التعافي خلال الجلسة السابقة ويتراجع ويعود تحت الضغط ولكن لن يتخلى مؤشر الداو جونز عن المحاولات للتخلص من الضغوط البيعية إلا في حالة واحدة وهي كسر مستوى 38500 كسر مكتمل الشروط والأركان حينها سوف يعود مؤشر الداو جونز إلى بحر السلبية مجددا ويبدأ بالهبوط ويتراجع صوب مستوى 37500 وإستمرارية الأسعار بالتداول أعلى 38500 لا تزال تمنح مؤشر الداو بعضا من الإيجابية لمحاولة الصعود ويعادة اختبار مستوى 39200 إذن أخواني لعزاء نذكر أننا نترقب بيانات هامة جدا على الدولار الأمريكي تصدر في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة وهو خبر معدلات الشكاوى من البطالة والذي سوف يكون له تأثير مباشر على تحركات الداو وبإذن الله سوف نكون معكم أولا بأول وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الفقرة أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله اشتركوا في القناة